اعزائي المتابعين اهلا وسهلا بحضراتكم معكم اماد والان في فيديو جديد الفيديو بتاع النهاردة احنا هنواصل كلامنا عن الزكاء الاصطناعي والنهاردة هنشوف ازاي الاي اي يقدر يخدمنا في ان احنا لو عندنا تيكست كبير بهذا الشكل واحنا عايزين ان احنا نعمله بعض من التلخيص يترى هل الاي اي يترى الاي اي زي ما ساعدنا قبل كده في ان احنا نديله اسئلة ويجاب عليها زي ما شفنا في فيديوهات سابقة اللي اتكلمنا فيها عن الجات جي بي تي ولكن النهاردة احنا هنشوف ازاي ان احنا لو عندنا تيكست كبير ازاي هو يقدر يقراه ويلخصه لنا بحيث ان احنا ناخد النقاط المهمة اللي فيه تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي انا هروح على الدوكيومنت بتاعتي وهاخد كوبي من الجزء اللي انا عايز اعمله تلخيص وهاعمله لازق بيست فيه المكان اللي هو هيلخص فيه هذا الكلام زي ما حضراتكم شايفين الكلام بتاعنا اا كبير انا هاخد منه كوبي وهشوف هل هو قدرته على التلخيص انا اخدت هنا كوبي لحد اربع صفحات هروح على الموقع بتاعنا الموقع بتاعنا هو تابع الاوبن اي اي اللي هو تابع جي بي تي ده اللينك بتاعه اا طبعا اا مفروض يكون عند حضرتك اا اا اكاونت عمله قبل كده و اا بتشتغل عليه هنا كل ما في الموضوع ان احنا هنيجي هنا اا دي الجزء اللي احنا عايزين نلخصه ممكن نعمله بيست بهذا الشكل زي من حضراتكم شايفين بعد كده هاجي انا اقول له ساب ميت ساب ميت هو هيقعد يقراه وهيشوف الملخص بتاعه اجابه الهون انا اقال لك ادي الملخص بتاعه انا ممكن ممكن ااخد الملخص اعمل له كوبي واجي في الورد واعمل بيست واعمل بيست وده ملخص الجزء بتاعنا وبرده زي ما اتعودنا في الجاتشي بي تي لما نرجع له انا ممكن اخليه يعمل ريجينريت ويجيب لي ملخص تاني لو انا ده ما عجبنيش وممكن اقول له ريجينريت هيعمل لي كونكلوجين تاني وقدر ارجع لي السابق وممكن اخليه يحاول يعمله لي مرة تانية بهذا الشكل لما اجي ناحية اليمين هنا هلاقي هنا عندي مجموعة من الاختيارات يمكن اهم هذه الاختيارات ان الماكسيمام بلينس بتاعي ولما اجي اقف بيجيب لي خلب فيها احنا يمكن هنخصص فيديو اخر للحديث عن هذه الخيارات ولكن في الفيديو القصير بتاع النهاردة بنكتفي بان احنا بنقول ان الزكاء الاصطناعي ابتدت الوقتي ان احنا ندي له الفيكست يقدر يلخصه وبيعتمد في التلخيص برضو على مجموعة من الاختيارات بكده نصل لنهاية الفيديو بتاع النهاردة شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة واذا عجب الفيديو حضراتكم برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو شكرا مرة اخرى لحضراتكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة